السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عامليني ان شاء الله تكونوا بخير في فيديو النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي لو في اي رقم بيديقنا ولا حاجة وعايزين نعمله حظر هنتعلم نعمله حظر دلوقتي بحيث ان هو ما يحاولش نواية تصل بنا تاني او يجيلنا رسائل منه الطريقة سعلة جدا وبسيطة هنتعلمها مع بعض دلوقتي ولكن ياريت في بداية الفيديو ما تنساش تدعمنا باللايك وبالاشتراك في القناة ويلا بنا على طول على بركة الله كده هندخل على تطبيق الهاتف اللي هو تطبيق المكالمات هندوس عليه كده مع بعض وبعدين وليكم مثلا الرقم ده هو اللي بيديقنا وعايزين نعمله حظر عشان ما يتصلش بنا تاني ولا يجيلنا منه اي رسائل والرقم ده ده رقم عشوي انا اتصلت بيه عشان نشرح عليه الطريقة عشان ما حدش يتصل عليه ودلوقتي لو مثلا ندوسنا على الرقم ده مش هنلاقي هنا اي حاجة تدلنا على الحظر خالص فدلوقتي عشان نعمله حظر فهندوس على صورة الملف الشخصي ذات نفسه اللي هو العلامة دي هندوس عليها مع بعض كده وبعدين هيدخلنا على الصفحة دي وبعدين هنلاقي تحت خالص حظر الارقم هندوس عليها كده مع بعض وبعدين هنا بيقول لنا اتريد حظر الرقم لن تتلقى بعد ده الان مكالمات او مرسالات نصية من الرقم ده وبعدين برضو بنعلم صحة على الابلاغ عن الرسائل الغير مرغوب فيها وبعدين هندوس على كلمة حظر وبكده خلاص احنا حظرتنا الرقم ده ونلاقي ان علامة الخطأ موجودة جنبه ومكتوب كلمة محظور تحته يعني الرقم ده مش هيقدر يحاول يتصل بنا مرة تانية او يجيلنا منه اي رسائل ولو عايزين نلغي الحظر ده مرة تانية هندوس على كلمة ازالة حظر الارقام وبيقول لنا هنا اتريد ازالة الحظر عن الرقم ده ويمكنك تلقي مكالمات او مرسلات نصية بعد ما نلغي الحظر يعني لو دوسنا كده على الغاء الحظر كده خلاص يقدر يتصل بنا تاني ويبعت لنا رسائل مفيش اي مشكلة وبكده نكون وصل لها لنهاية الفيديو لو عندكم اي سؤال او اي استفسارات اداره تكتبوه في التعليقات وان شاء الله ارد عليكم على طول واشوفكم على خير ان شاء الله بفيديو جديد مع السلام